أقامت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بمجلس الأمة حلقة نقاشية حملت عنوان تصحيح مسار التعليم من التشخيص والحلول إلى التشريع والتنفيذ وذلك في مسرح مجلس الأمة بحضور عدد من نواب مجلس الأمة ونخبة من المهتمين بالشأن التعليمي والتربوي أكد المشاركون في الحلقة النقاشية ضرورة وضع خريطة طريق منهجية لتطوير التعليم لا تتأثر بالمتغيرات السياسية تشمل تعديلات جذرية تعالج الخلل الحادثة في المناهج والإدارة ووسائل الارتقاء بمستوى المعلم نقاش ممتاز استمر أربع ساعات مستحقة من الجميع من اختلف معنا ومن اتفق معنا قدمناه وسمعنا منا فكرة باختصار أن نحول كل هذه الرؤية إلى قانون فكرة اليوم أن نحول هذه الاختصاصات والصلاحيات والمسؤوليات إلى رئيس مجلس الوزراء فيكون فكرة القانون فيكون مركز تطوير التعليم مرتبط بمن؟ برئيس مجلس الوزراء وتحت صلاحيات مرتبطة بأجسام تربوية مهمة لتطوير التعليم الهدف من هذه الورشة التأكيد على أن مجلس الأمة وليجان مجلس الأمة غير منقلغين على الأعضاء فقط في مناقشة قضايا تمس الشارع بشكل عام لذلك كان من واجب اللجنة التعليمية أنها تدعو إلى عقد مثل هذه الحلقة النقاشية التي شارك فيها اليوم أكاديميين تربويين من وزارة التربية إداريين أصحاب اختصاص وكذلك أولياء الأمور دار النقاش في الكثير من النقاط عرضت مبادرة للنهوض بالتعليم العام هذه المبادرة لاقت تأييد من البعض لاقت انتقاد من البعض الآخر لاقت رفض حتى من بعض الحضور وهذا شيء جيد وتهدف الحلقة النقاشية إلى وضع ذات لتطوير التعليم وأن مشاركة جميع المعنيين بالشأن العلمي والتربوي مهمة لتحقيق التعاون بين الجهات الرسمية والشعبية حول آليات الإصلاحات العملية للتعليم وتنفيذ البرامج الإصلاحية التي انتهت إليها اللجان التنفيذية المختلفة الحمد لله يعني الأطرحات كلها التي قدمت كان فيها إضافة وإن شاء الله نتمنى أن القانون هذا الآن ينقح ويعرض على اللجنة التعليمية ويرى النور في القريب العاجل أبرز ملامحة أن المجلس الأعلى للتعليم لم يعد برئاسة الوزير بل برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء هذا في غاية الأهمية لأن هذا يجعل من التعليم قضية مجتمع حقيقة اليوم حضرنا جلسة جميلة جدا واستمتعنا بالكلام اللي طرح والحوارات والآراء اللي انطرحت وأجمل ما في الحلقة أن اليوم هناك كان استماع واحترام لجميع وجهات النظر هنا الجماعة اللي حاضرين كانوا ودهم أيضا أن يكون هناك يعني أن القانون اللي مقدم أو الاقتراحة مقدمة ليست نهائية بل هناك مجال للتطوير والاستماع وتبين اطرحات المشاركين إلى بناء رؤية في مناقشة القانون داخل اللجنة التعليمية وأن هذه الملاحظات ستأخذ بعين الاعتبار نواف شراكي تلفزيون دولة الكويت